السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام الخيبة تصيب من يود استعادة ماضيه لكنها لا تصيب ملا ماضية له وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع جريس وهي مشى من مكان وبتروح تركب عربيتها وفي الوقت ده بيتصل بها زوجها بول وبيسألها عن سبب تأخرها على الحفلة لكنها بتقوله إنهم لازم يتكلموا في موضوع مهم وأثناء كلامها بتعمل جريس حادث وبتعدي ثلاث شهور بتفوق جريس من الغيبوبة وبتلاقي جنبها ممتها وبتقدر تفتكرها وبتفرح ممتها لإنها فائت وبتقول لها إنها تكلم زوجها علشان ييجي وبيوصل زوجها بول وبتقدر تفتكره وبتفرح لما بتشوفه وبتسأله عن بنتها تايلور لإنها عايزة تشوفها فبيقول لها إنها خلاص على وصول وفعلاً بتوصل تايلور وبتدخل لممتها ولما بتشوفها جريس بتتصدم جداً لإن آخر حاجة فاكراها إن بنتها كان عندها 12 سنة فبيقول لها الدكتور إن تايلور بنتها عندها 17 سنة دلوقتي وإنها مصابة بفقدان زاكرة لآخر خمس سنين في حياتها وبعد كده بترجع جريس مع بول وتايلور لبيتهم ولما بتدخل البيت بتقابل هناك أختها ليزا وبترحب بيها وبيقول لها بول إن ليزا كانت بتساعدهم في كل حاجة لما كانت في الغيبوبة فبتشكرها جريس وبتنادي عليها تايلور ولما بتروح لها بتلاقي تايلور ميجا هزالها مجموعة صور قديمة وهم مع بعض علشان تساعدها في تنشيط الزاكرة فبتشكرها ممتها وبتحضنها وبالليل بيتجمعوا أهل جريس علشان يحتفلوا برجوعها للبيت وأثناء ما جريس قاعدة معاهم حد بيتصل على تليفونها ولما بيشوفوا تليفونها بيرن كلهم بيرتبكوا وبيفضلوا يبصوا البعض ولما بترد جريس بتلاقي شخص بيقول لها إنه مش عارف ينتظر أكتر من كده علشان يقابلها فبتفكر إن الرقم غلط وبتقفل وبالليل بتكون جريس قاعدة لوحدها في الحديقة وبتجيلها رسالة على تليفونها ولما بتفتح الرسالة بتلاقي مكتوب فيها إن شكلها جميل فبتتصدم وبتحس إن في حد بيرقبها فبتخاف وبتجري تدخل البيت بسرعة وهي دخلة بتقابل ليزا أختها لإنها هتمشي من البيت فبتصمم جريس إنها تبات وبيدخلوا مع بعض وتاني يوم بيعمل بول وجريس مقابلة تلفزيونية بمناسبة خروج جريس من المستشفى وبيسأل المزيع جريس إذا كانت فكرة أي حاجة من الحدثة وقبل ما ترد بيقطعها بول وبيقول إن الدكتور أكد إنها مش هتقدر تفتكر أي حاجة عن الحدثة أبداً وبعد كده بتروح جريس للشغل بتاعها وبتكون ليزا هناك وبتساعدها وبعد ما بيخلصوا بتروح جريس توصل الطلبات وأثناء ما هي في الطريق بتشوف عربية ماشية وراها وبتكمل جريس توصيل الطلبات والعربية بتفضل مكملة وراها ولما نزلت تسلم الطلب ورجعت لعربيتها بتلاقي العربية اللي كانت وراها مش موجودة ولكن بتلاقي مكتوب على العربية أنا عارف اللي أنت عملتيه فبتاخد عربيتها بسرعة وبتمشي وبالليل بتقول جريس لبول على اللي حصل وبتقوله إنهم يتصلوا بالشرطة فبيقول لها إن عقلها بيحاول يسترجع الزاكرة وفي الفترة دي ممكن تشوف خيالات كتير بسبب كده فبتقتنع وبتقوله إنها مش هتبلغ الشرطة وتاني يوم بتروح جريس تشوف كل الصور اللي تايلور كانت مجمعاهم ولما بتفضل تبص في الصور بتتشوش أكتر وبتطلع من القوضة وبعد كده بيروح لها بول وبيقول لها إنهم هيعملوا حفلة لأنها لما تكون وسط ناس كتير ده هيساعد في استرجاع الزاكرة فبتوافق جريس وبالليل بتفضل تايلور تعرض فيديوهات عائلية على ما ميتها علشان تساعدها وأثناء نومهم بيتسلل شخص لقوضة جريس فبتسحى جريس وبتضربه وقبل ما بيهرب بيوصل بول وبيشتبك معاه لكنه بيقدر يضرب بول وبيهرب وبعد كده بيبلغ بول الشرطة باللي حصل وبيسألهم الشرطة إذا كانوا شافوا شكل المجرم فبيقولوله إنهم ما قدروش يشوفوا أوصافه وبيقترح الشرطة عليهم إنهم لازم يعملوا نظام أمني للبيت وبيمشي وتاني يوم بتكون جريس في المطعم لوحدها وبيجي لها شخصه هو متحمس جدا وبيجي يقعد جنبها فبتخاف جريس وبتقوم وبتطلب منه يمشي فبيهديها وبيقول لها إنه قايل حبيبها فبتتصدم جريس وبتقوله إنه مش حبيبها وإنها متجوزة فبيقول لها إنها فعلا متجوزة لكنها مش بتحب زوجها وكانت هتطلق منه بعد تخرج طايلور بنتهم وبيقول لها إنه فضل يبعت لها رسائل وجالها البيت بالليل عن طريق المفتاح الاحتياطي اللي في الحديقة لكن بول وصل البيت بدري وبوز كل حاجة وبيقول لها لو مش مصدقاء تشوف التطبيق اللي كانوا دايماً بيرسلوا بعض عليه وبيمشي وبترجع جريس للبيت وهي مصدومة وبتتأكد إن فيه مفتاح فعلاً في الحديقة وبتشوف موبايلها وبتشوف المحادثة اللي كانت بينهم وبتلاقي صور كتير بتجمعها مع كايل وبتلاقي إنها فعلاً بعتت لي رسائل كتير وبتقوله فيها إنها بتحبه وبالليل بتروح جريس مع عائلتها للحفلة لكنها بتكون متوترة جداً وبتدخل الحمام ولما بتيجي تطلع بتلاقي كايل مستنيها لكنها بتسيبه وبتمشي فبيفضل وراها وبيسألها إذا كانت شافت المحادثات اللي بينهم وبتقوله إنها شافتهم لكنها برضو مش فاكراه وبتعتذر له وبترجع للحفلة وفي الوقت ده بيكون بول وليزا وقفين بيتكلموا مع بعض في الحفلة وبتشوفهم جريس وبالليل بتقول جريس لبول إنها عارفة إن أختها جميلة وتقدر تأثر على أي راجل لكنه بيقول لها إنه مفيش أي واحدة غيرها تقدر تأثر عليه لإنه بيحبها وبالليل وجريس نايمة بتقدر تفتكر مقابلة ليها هي وكايل وبتصحى من النوم وبتحاول تقنع نفسها إنه كان مجرد كابوس وبترجع تنام وتاني يوم بتروح ليزا لجريس وبتسألها إذا كانت قابلت كايل مبارح فبتتصدم جريس إنها عارفة فبتقول لها ليزا إنها حكت لها كل حاجة قبل الحادث فبتسألها جريس على اللي حكته ليها فبتقول لها ليزا إنها حكت عن مشاكلها مع بول وإنها لما قابلت كايل وقعت في حبه وبتقول لها إنها زعلانة إنها بتخن بول لإنه شخص كويس وبيحبها وبتطلب منها تبعد عن كايل وبعد كده بتروح جريس تقابل كايل بيرائبهم وصورهم وهم قاعدين مع بعض لكن بيروح كايل وراها وبيقول لها إنها حب حياته وإنه انفصل عن زوجته علشانها وإنه مش هيسمح إنها تبعد عنه وبيمشي وبتقع مفاتيح جريس فبتساعدها بنته وبتديلها المفاتيح وبتكون فاكرة إن كايل زوجها وبتسيبها وبتمشي وبعد كده بتروح جريس وبتقول ليزا على كل اللي حصل وإنها كمان وهي نايمة شافت ذكرى مع كايل وبتسأل ليزا إذا كانت تعرف أي معلومات عن كايل علشان تقدر تنشط الزاكرة فبتقول لها ليزا إنها معاها عنوانه وهتدهلها وبتقنعها إن الزكرة اللي شافتها وهي نايمة دي مجرد حلم مش أكتر وبعد كده بتاخد العنوان من أختها وبتروح لهناك وبتشوف صورتها موجودة في بيته وبتلاقي فيه بنت وقفة وراها وبتقول لها إن كايل مش موجود دلوقتي وبتكون البنت عارفة اسم جريس فبتستغرب جريس وبتعرف من البنت إنها تبقى جاري كايل وإن جريس كانت بتيجي كتير لبيت كايل وبيجي لها مكالمة وبتمشي وبعد كده بتبعت جريس لكايل رسالة بتعتذر له فيها وبتقوله إنها مش عايزة تشوفه تاني لإنها بتحب زوجها وبالليل بيبعت لها كايل إنه مش هيستسلم لإنهم مخلوقين لبعض والتاني يوم بيتصل بيها لكنها ما بتردش فبيقول لها إنها هتسيب بول بأي طريقة وبتروح جريس مع بول وهم ماشيين بتخبط بنت فيهم وبتكون نفس البنت اللي شافتها مع كايل وبتسلم على جريس ولما بتشوف بول بتقوله إنها من أشد معجبينه وبيسألها بول هي تعرف زوجته منين فبتقطعهم جريس وبتقوله إنها سعادتها مرة في الشارع وبتيجي مكالمة لبول وبيسيبهم مع بعض وبتقول البنت لجريس إنها مهما كدبت الحقيقة هتظهر دايماً وبتسيبها وبتمشي وبعد كده بتروح جريس مع بول لبيت جريس القديم وهناك بتيجي مكالمة فبينشغل بيها وقبل ما جريس تطلع بتشوف كايل قدامها وبيقول لها إنه هيشوفها قريب ولما بتطلع شايتها بتلاقيها كلها فوضى ومكتوب على المراية إنها خينة وصورة ليها هي وكايل مع بعض فبتقطع الصورة وبتمسح الكلام المكتوب بسرعة قبل ما يدخل بول وبعد كده بيكلموا الشرطة علشان يحققوا في الموضوع وبيسألهم إذا كان ليهم أي أعداء أو أشخاص بينهم مشاكل فبيأكد لهم بول إن مفيش أي مشاكل ليهم مع أي شخص وبعد كده بيرجعوا لبيتهم وبتطلب منه جريس إنها تتكلم معاه في موضوع مهم فبيطلب منها تحضر الأكل الأول فبتروح جريس للمطبخ وبيروح بول يقرأ الرسائل في البريد فبيلاقي ظرفي فيه صورة لجريس مع كايل لكنها بتعتذر له وبتقوله إنها مش فاكرة أي شيء عن الموضوع ده فبيقول لها إنها كانت بتخونه حتى قبل الحادثة ومش مهم إذا كانت متذكرة ولا لأ لأنها فعلا خانته وفي الوقت ده بتوصل تايلور وليزا للبيت وبتخب جريس كل الصور وبتطلب منهم يساعدوها في تحضير الأكل في المطبخ علشان تشغلهم وبعد الغداء بيحكي لهم بول على كل حاجة وبيقول لجريس إنه هيطلقها والتاني يوم بتتكلم جريس مع مامتها وبتقول لها إنها حاسة إن في حاجة غلط لأنه عمرها ما تعمل كده وبتطلب منها مامتها تشوف صورها مع كايل ولما بتشوفه بتقول إنها متأكدة إنها تعرفه بس مش فاكرامين وبعد كده بتبعت تايلور رسالة لمامتها وبتطلب منها تيجي توصلها وبتبعت لها العنوان ولما بتروح جريس بتدخل البيت وما بيكونش فيه أي أشخاص وبتتفاجئ بالبنت اللي ساعدتها بتقول لها إنها زوجة كايل فبتفتكرها جريس وبتفضل تناديها بستايسي لكن البنت بتفضل تضرب جريس لحد ما بتقدر جريس تمسك حجر وبتضربها في دماغها وبتفقدها وعيها وبعد كده بتوصل الشرطة وبيدخل شرطة يحقق مع جريس وبيقول لها إن المصابة اسمها تين اللويس وإنها بتتاهم جريس إنها اقتحمت بيتها وضربتها فبتقول له جريس على الرسالة اللي جات لها من بنتها ولما فتحت تليفونها ما بتلاقيش الرسالة فبيقول لها الشرطة إن موقفها مش محدد وإنه هيكون على تواصل معها وبعد كده بترجع جريس للبيت وبيقول لها بول إنه هياخد تايلور ويبعدها عن المكان لأيام وبيطلب منها ما تعملش أي تصرف وإنه هيتعامل مع كل حاجة وبالليل بياخد بول بنته وبيمشي وبتصهر جريس تبحث عن اسم تينا وبتعرف المكان اللي هي شغالة فيه وتاني يوم الصبح بتروح للمكان وبتسأل عليها وهناك بتعرف إن كايل أخوها مش زوجها وبتقابل جريس تينا وبتطلب منها تتكلم معاها وتعرف سبب كتبها عليها وبتقول لها تينا إنها هتتكلم معاها بعد الشغل وبتديها عنوان مطعم تقابلها فيه وبعد كده تينا بتكلم كايل وبتقوله إنها مش هتساعده بعد كده وإنها ساعدته ما كانتش تعرف إن فيه طفل وبعد كده بيدخل شخص على تينا وبتقوله إنها مستحيل تغير رأيها فبيقرب منها وبيضربها وبعد ما بتفضل جريس مستنيها كتير بتفقد الأمل إنها تجيلها وبتمشي وبترجع البيت وبتلاقي تايلور هناك وبالليل بيجيلها الشرطي وبيقول لها إنهم لقوا تينا فقد وعيها فبتبلغوا إنها عرفت إن كايل أخوها مش زوجها وإنها رحت لها علشان تسألها وإن تينا كانت وفق تكلمها وكانت فعلا مستنيها في المطعم فبيقول لها إنه هيكمل تحقيق وبيمشي وبعد كده بتتصل جريس على تايلور وبتطلب منها تبعت لها فيديو عيد ميلاد جدتها اللي ورته لها قبل كده ولما بعتت لها تايلور وبتشوف الفيديو بتلاقي كايل موجود في الحفلة لكن مع أختها ليزا ولما بتفتح المحادسة بتشوف صورتها مع كايل وفي جرح في رجليها في الصورة وفي الحقيقة إنه ما فيش أي جرح في رجليها وما بتكونش فهمة أي حاجة وبعد كده بتروح لبول وبتقوله إنها ما خنتهوش وإن اللي عمل كل ده ليزا لإنها دايماً كانت معجبة بيك وبتدخل ليزا عليهم وهي بتتكلم وبتضربها وبتفقدها الوعي ولما بتفوق بتسمع ليزا وهي بتتكلم مع بول وبيقول لها إنها كده اكتشفت كل حاجة وبتفتكر كل حاجة وبتعرف إنها قبل ما تعمل حادسة كانت عارفة إن أختها بتخنها مع زوجها وإنهم بيحبوا بعض فبتقول لهم جريس إنها هتسيبهم وبتمشي لكن بتطلع ليزا مسدس علشان تقتل جريس ولما بول بيمنعها بتفقدوا الوعي وبتقدر جريس تاخد المسدس منها وفي الوقت ده بتوصل الشرطة فبتخرج ليزا وبتقول لهم إن جريس هتقتلها لكن الشرطة بيقول لها إن كايل اعترف بكل حاجة وبيقبض على ليزا وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفاعل الجارس علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم